فيديو كليب تصوير ومنتاج على أعلى مستوى ده الشكل اللي ظهر به مصطفى السويسي أشهر مصري في إيطاليا خلال الساعات اللي فاتت إيه صر فيديو كليب ده؟ وهل اقترب موعد عودة مصطفى السويسي وزوجته بهانة لمصر؟ كل ده أكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده من تاني رجع الكلام عن مصطفى السويسي أشهر مصري في إيطاليا رجع بعد فيديو كليب انتشر له خلال الساعات اللي فاتت ظهر فيه مصطفى السويسي وكأنه نجمة تلفزيون كبير أو كأنه بيعمل إعلان لبراند مشهور بعض من الجمهور ربطوا بين فكرة الفيديو كليب ده لمصطفى السويسي واقتراب عودته من مصر قالوا أخيرا مصطفى السويسي بدأت الدنيا تفتح ببنها ليه وبدأ يعمل إعلانات كبيرة وأعمال من اللي بتجيب فلوس بسرعة طبعا إن ده حصل ومصطفى السويسي بدأ يكسب فلوس أكتر فهو فعلا هينزل مصر هو نفسه ينزل مصر يشوف لديته اللي بقاله 14 سنة معيد عنها من بعد مسافر إيطاليا عن طريق البحر مصطفى السويسي كان قال أكتر من مرة إنه لو جاله فلوس كتيرة هيسوي موقفه مع الدولة في مصر ويرجع بالسلامة هو محتاج 9000 يورو على كلامه علشان يقدر يسوي موقفه في مصر المهم وخلونا في حكاية الفيديو كليب يقال فعلا إن ده فيديو كليب بطولة مصطفى السويسي ومصري تاني في إيطاليا اسمه زياد اللي اتنين سفروا إيطاليا بنفس الطريقة وحكاياتهم هناك يتحاكي عنها كل المصريين علشان كده اتكرر مصري تاني اسمه درويش إنه ينتج ليهم للفيديو كليب ده ومن خلاله يحكي مصطفى السويسي حكايته في الغربة ويعرف العالم كله مر بإيه لحد موصل للي هو في ده مصطفى سافر عن طريق البحر وشاف غربته دي لتمنى إنه محد يشوفه أبدا شاف مرمطة لحد ما قادر يقف على رجله ويصرف على نفسه في إيطاليا اللافت برضو في فيديو كليب مصطفى السويسي هو قرب المكان اللي صور فيه الفيديو من الحواري المصرية وفيه من الجمهور اللي شافوا البرومو قالوا إنه مصطفى السويسي نزل مصر صور الفيديو بس للأسف ما طلعشه مصطفى السويسي نزل مصر ولا حاجة ده نصور الفيديو هناك في إيطاليا في منطقة كلها مصريين وعلشان كده تصميمها يشبه الحواري المصرية طيب إنت بقى موعد نزول كليب مصطفى السويسي كامل وفقا لتصريحات منتج الكليب في المفترض إنه هينزل على العيد بإذن الله بعد شهر رمضان ما يخلص بإذن الله واحتمال يكون الكليب بدأت رند العيد في كل مصر بكرا نلاقي كل التكاتك والمقربصات من شغال كليبه مصطفى السويسي وبيحكوا حكايته ولا أنتم إي رأيكم وبالنسبة لموعد نزول مصطفى السويسي وأسرته لمصر فعلا فده ممكن يتحدد بعد نزول الفيديو كليب كامل على السوشيل ميديا ومعرفة إن كان هيجيب مشاهدات وإرادات كبيرة ولا لا يمكن وقتها مصطفى السويسي ياخد فلوس كويسة من الفيديو كليب ويقرر ينزل بالفلوس دي مصر هل تتوقع إن الفيديو كليب الخاص بمصطفى السويسي هيجي مشاهدات كتيرة ولا لا؟ ابوقولوا رأيكم في التعليقات